يعتبر حوار المنامة ومنذ انطلاقته عام 2004 أحد أهم الملتقيات الدبلوماسية والأمنية العالمية التي تعكس الدور الريادي لمملكة البحرين في تعزيز قيم الحوار بين الأمم والحضارات ويشكل حوار المنامة مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين التأكيد على نهجها الدبلوماسي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة البلك المفدى أيده الله ورعاه 17 عاما تحتضن المنامة فيها إحدى أبرز القمم التي تجمع كبار المسؤولين في شؤون السياسة والدفاع والأمن القومي على مستوى العالم بالإضافة إلى العديد من الشركات والمنظمات الإقليمية والدولية حيث يشكل حوار المنامة مناسبة دولية سنوية تجدد من خلالها مملكة البحرين تأكيد نهجها الدبلوماسي واعتداله وتوزنه وانفتاحه وما تتمتع به من ثقل أمني وسياسي في محيطها الإقليمي والعالمي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه نحن في بحرين نحن بكينها أن السياسي قد رضي لغتاكات أخرى على تحبار الأفضل الأفضل من نهاية السيارة من مستوى الناس لغتاكات من العشاة والموجودية وأيضا أن الاجتماعي أن تلك المحافظة باسترات الميزانية ملغة احدة عملية الإمساة هي الحاجة التالة أن يشبه نفس نفس الاترة ومساعدين التالية وفقل المغادر المستقبل التي تنقل الأمبر الإخوة من الناس البحرين يؤمن ليسوا عملية نجاح مملكة البحرين في استضافة حوار المنامة على مدى 17 عاما لم يكن وليد الصدفة إذ أن تاريخ مملكة البحرين زاخر بالإنجازات وشاهد على طبيعة المملكة قيادة وحكومة وشعبا في كونها أرضا حاطنة للتعايش والسلام والاجتماع من أجل تحقيق الأهداف السامية فالدعم الملكي لهذا المنتدى ومتابعة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له هو إثبات لما غرس في أرض البحرين من ثقافة قبول الآخر والحوار والتقارب على مر السنين ولكن ستساعدنا جميعاً إذا فعلتك تساعد القضايا المطروحة على جدوى الأعمال